اشتركوا في القناة برج العذراء لشهر ثلاثي حابب نوه لنقطة انه انا بحكي الفيديو بقسمه على ثلاث تقسيمات القسم الاول هو حركة الكواكب هو الاقل بعدين تأثيرات الشمس على برج العذراء خلال الشهر هذا كامل بعدها الجزء اللي هو بتعلق بالخارطة الفلاكية وتحليلها ونشوف ايش الاجابيات والسلبيات خلال هذا الشهر وافضل الايام واسوأها لكل البيوت بالنسبة لحركة الكواكب خلال هذا الشهر الشمس موجودة في الحوت من 19-2 لغاية 20-3 صباحا عطارد بيتراجع في الحوت لغاية يوم 4-3 بعدين بيرجع للدلو بيستمر في التراجع لغاية يوم صباح مثلا يوم 10-3 وبعدين بيرجع للحركة الامامية في الدلو بعدين بينتقل للحوت مرة ثانية يوم 16-3 ورح يظل فيه حتى نهاية الشهر عما بالنسبة للزهرة فهي موجودة في برج الحمل لغاية يوم 5-3 وبعدين في الصباح بتنتقل لبرج الثور عما بالنسبة للمريخ فهو موجود في برج الجدي لغاية يوم 30-3 وبعدين بينتقل للدلو المشتري موجود في الجدي زحل موجود في الجدي لغاية صباح يوم 22-23 وبعدين بينتقل للدلو اورانوس في الثور نبتون في برج الحوت وبلوتو في برج الجدي أما بالنسبة لتأثيرات الشمس خلال هذا الشهر وعايش بدأت تركز طبعا المعروف أن الشمس الآن موجود في برج الحوت وهي مقابلك تماما وهذا بيت الشراكي لا إلك وهي برضو وجودها في هذا البيت هو معاكس لإلك وسلبي ولكن مش مثل الشهر الماضي يعني أقل حدية من الشهر الماضي يعني فيه نوع من أنواع السلبية مربك اللي عنده قضية أو مسألة قضائية رح تلاحظ أنه رح تتطور وممكن تتفاجأ بعدو أو خصم بشكل مفاجئ بيكون فيه عرقيل وتأخير بتسبب لك ردات فعل مش منيحة لا تخلي مشاعرك تتحكم فيك حتى لو حد استفزك أهم شيء لا تخالف القوانين بدك تدير بالك من خصم متخفي وراء صداقة أو شراكة انتبه من الأصدقاء المزيفين ممكن يوقعوك بمشاكل قاوم ميولك السلبي ومشاعرك السودة لا تنتقد ولا تنقل كلام ما تتعجب إذا انقطعت العلاقة مع صديق أو حبيب صحيح إنه مش كل شهر سلبي بس حبيت أنبه لأخطر الأمور قبل أحسنها ممكن تبدأ ووظيفة جديدة أو تحصل على ترقية وفيه من برج العذراء ممكن يخطبوا أو يتزوجوا وممكن يكون فيه صفقات أو تطور في العمل والشراكة بعد عشرين الشهر بتكون الفترة تحسنت ورح تلاقي تسوي وحلول لكثير من المشاكل وممكن ترجع عن قرار التخطو أو تنسحب أو تغير مسارك ولكن على الأرجح رح ترجع أو تتحرك لصداقات أو معارف ما كانوا صدقين اتجاهك ورح تظهر بعض المسائل المصرفية أو البنكية أو الاستشفائية أو القانونية لازم تهتم فيها يعني هذا بالنسبة للشمس وتأثيراتها وإيش بتحكي لك خلال هذا الشهر أما بالنسبة للخارطة الفلكية بالنسبة لبيتك الأول يعني شايف أنه أنت عندك ثقة بنفسك طولة الشهر عندك قدرة على إثبات ذاتك مع نوياتك عالية رغم أنه في بعض العصبية وبعض التوترات رح تكون خلال الشهر ولكن أنه على الأغلب عندك اهتمام بشخصيتك قوي جدا خلال هذا الشهر ولكن بدك تدير بالك من أول ثلاث أيام من الشهر رح تكون فيها نوع من أنواع الضغوط على المستوى الشخصي وعندك يوم ثمانية الشهر أما باقي الشهر فهو إيجابي بالكامل رح تهتم ممكن في مظهرك ممكن منك يفكر في عملية تجميل أو في نوع من أنواع تغيير هندامهم أو لباسهم ممكن يغيروا لك تبعهم أو ستايلهم يعني فيه اهتمام قوي رح يكون على المستوى الشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه فيه فرص كثيرة للأموال هو بيت المال يعني فيه فرص كثيرة للأموال رح تجيك أغلبها عن عمل إضافي عن طريق عمل إضافي فيه منها رح يجيك عن طريق هبة أو مساعدة أو دعم ولكن بدك تحذر من المصاريف لأنه برضو هذا البيت بيضغط باتجاه أنك أنت تصرف فيه منك رح يعمل نظام فوترة إذا عليه ديون نعمل اتفاقيات أو تنجح حي الاتفاقيات بأنه يفوتر أو يجدول ديونه ويقسمها على أشهر ثانية فيه منك رح يرتب ميزانيته أو يرتب جدول لحساباته يكون أفضل من الأشهر الماضية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه الشهر هذا بيحمل لك كثير من التنقلات والسفريات القصيرة ممكن يكون فيه نوع من النقاشات فيه أشخاص عندهم امتحانات أو مقابلات عندك سرعة بديهة وقدرة على إقناع أي شخص بوجهة نظرك يعني بتقدر تستغل الشهر بالتسويق لسلعة معينة اللي بيشتغلوا في المجال التجاري المحلي رح يستفيدوا كثير تجاريا لأنه عندهم قدرة على الإقناع وقدرة على المبيع تجاريا رح يكونوا ناجحين ولكن في أيام ما لازم تعتمد على الحظ نهائيا فيها لأنه رح تكون الأمور ضغطة فيها وخصوصا يوم ثمانية ويوم أربع وعشرين خمس وعشرين ويوم ست وعشرين اللي عنده امتحان في هاي الأيام ما يعتمد على الحظوظ بديه يكون مستعد بشكل جيد وبدكوا تديروا بالكم من التهور والقيادة أثناء القيادة في الشوارع من حوادث أو أعطال في سياراتكم في منكم ممكن يفكر خلال الشهر هذا باقتناء أجهزة إلكترونية أو شراء سيارة أو استبدال سيارة أو عمل صيانة كاملة لسيارته أما بالنسبة لبيتك الرابع بيت البيت فأنا شايف أنه يعني ما فيه كثير من الحظوظ فيه ولكن برضو ما فيه نحوسة كثيرة فيه يعني متفرقة الأمور فعشان هيك في بيت البيت ده عادة الواحد بهتم في بيته في أهل بيته في أولاده ممكن يفكر بشراء بيت أو ديكور أو تغيير أو التزامات أو أعطال ممكن تصير في البيت هذا بيت البيت بيحكي عن كل شيء حتى علاقة مع أب أو الإخوة فعشان هيك الشهر هذا بدك تستغله بشكل إيجابي في كل النقاط اللي إحنا حكيناها أصعب الفترات اللي رح تكون خلال الشهر هذا واللي أنا بحذر منها من كل السلبيات اللي هو عكس اللي إحنا ذكرناه أو السلبيات في اللي إحنا ذكرناه اللي هو يوم سبعة وثمانية وتسعة وعشرة وحداش واثناش ويوم تسعة وعشرين ويوم ثلاثين أما باقي الشهر فبشوف الإيجابيات أكثر من السلبيات فيه فممكن في الأيام الصعبة هاي يصير فيه عطل مفاجئ في البيت أو مشاكل تحتد داخل البيت أو تهتم في صحة أحد الوالدين أما بالنسبة لبيتك الخامس فهو أقل الحضوض العاطفية موجودة فيه خلال هذا الشهر فبجد أنا أنه بالعكس يعني أنه فيه يعني الحظ ما تعتمد عليه بشكل كامل خلال هذا الشهر الأمور العاطفية بدك تكون حذر فيها وخصوصا أول 12 يوم من الشهر فممكن هدولا يشتد فيهم خلاف عاطفي ممكن تفقد حبيب أو تفقد علاقة من خلال السلبي اللي موجودة فيهم في منكم ممكن يتعرض لنوع من الخداع أو يكتشف كذب الحبيب في الفترة هاي فتنقطع العلاقة بدون رجعة بينه وبين حبيبه اللي هي أول 12 يوم من الشهر ويوم 27 و28 و29 أما باقي الأيام فما تعتمد على الحضوض فيها وبرضو ما فيها سلبية ويعني أمر اللي هو على طبيعة الحياة اللي أنت بتكون أنشأتها ما قبل وطبيعة العلاقات اللي أنت عايش فيها حاول أنك ما تدخل في أي مغامرات أو مجازفات باللهو لأنه ممكن تسبب لك مشاكل أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف وضعك الصحي جيد طيلة الشهر ما فيها أي مشاكل صحية تذكر إلا إذا كان عندك مرض عضال من الأساس بتعاني منه ممكن أنك أنت تقدر تسيطر على هذا المرض يعني مثل سكري مثلا ما رح يصير فيه مثلا ردات فعل سلبية والسكر يرتفع عندك خلال هذا الشهر بالعكس رح تكون أنت مسيطر عليه اللي عندهم أمراض ممكن الشهر هذا يوصل لحل أو لعلاج بعض الأمراض أو تشخيص صحيح لأمراضهم فيه منك رح يفكر فيه عمل جديد أو ممكن يقدم لوظيف جديد الشهر هذا مناسب جدا أنه يستغلها لتقديم الطلبات وممكن أنه يكون فيه عنده عمل جديد أو مقابلات يتساعده بشكل ممتاز جدا فيه منك ممكن يتكرم أو يجي ترفيع أو ينقبل بوظيف جديدة أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة واللي احنا حكينا عنه من تأثيرات الشمس فبلاقي أنه كل توقعات الشمس بدك تحطها نصب عينيك لأنه فعلا هو حاد جدا وسلبيت وعالي جدا فحاول أنك تكون حذر بكل اللي احنا ذكرناه في بداية الحلقة عن توقعات الشمس وتخليها كلها تدرسها مظبوط وتعرف إيش التأثيرات السلبية اللي رح تأثر عليك في بيت الشراكة أما بالنسبة لبيتك الثامن فبلاقي أنا أنه عندك كثير من المجازفات عندك كثير من المغامرات والأخطاء خلال هذا الشهر حاول أنك أنت ما تغلط مع البنوك ولا مع الدوائر الحكومية ولا أي شيء له علاقة في شركات التأمين ولا في أي أمور لها علاقة بالجهات الرسمية أو القانونية أنت تقريبا يعني الشهر هذا ضاغط بشكل كبير على الأمور هاي فحاول أنه أنت تحمي نفسك في مطالبات ممكن تجيك بطريقة غير متوقعة وممكن تنضغط ماليا لدرجة أنه أنت ما تعرف تتصرف حاول ترتب أمورك قبل ما توصل لها المرحلة أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه عندك كثير من السفريات أو التفكير بالسفر كثير من التنقلات عندك اتصالات خارجية أو تعامل مع أجانب في منك اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير رح يستفيدوا على مستوى القضاء تقدر أنك أنت شوي تلعب في بعض المعطيات تأجل قضية معينة ولكن أنه بدك تدير بالك أنه البيوت اللي إحنا ذكرنا عنها ما تحاول أنك تأجل بالتراعب القانوني واللي عنده امتحان أو عنده مقابلة مع جهة أجنبية خلال هذا الشهر رح يكون فيه إنجازات قوية أما بالنسبة لللي بيحبين يجددوا إقاماتهم من برج العدراء أو يحصلوا على إقامة يستغلوا أول سبع أيام من الشهر فهي إيجابية ودعمة لهم بقوة أما أصعب الفترات على مستوى البيت التاسع فأنا بشوف أنه يوم 15 16 17 ويوم 29 ويوم 30 احذروا عند الامتحانات ما تعتمدوا على الحضوض وأثناء السفر وأثناء التنقلات من الحوادث والأعطال أو التأخير أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فأنا شايف أنه أول 12 يوم ضغطات على السمعة بشكل قوي جدا فحاول أنك لا تعمل أي شيء يشوه سمعتك أو يضر في سمعتك وخصوصا بمخالفتك للقوانين وحاول أنه لا تدخل بنقاشات حادة مع زملائك في العمل أو رؤسائك في العمل في هذه الفترة أما باقي الشهر فهي إيجابية في منكم ممكن يحصل على عمل مع شركات كبيرة أو شركات دولية ويقدم معاملات لهم وينقبل ولكن بدك تحذر من الأيام السلبية اللي احنا ذكرناها أول 12 يوم وهي قمة السلبية موجودة فيهم وعندك يوم 24 و25 ويوم 26 و27 و28 أما باقي الشهر فهو إيجابي بتقدر تستغلهم بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 فهذا الشهر رح يكون فيه كثير من الدعوات لا حضور حفلات أو مناسبات فيه كثير من الأشياء الإيجابية فيه أصدقاء ممكن يساعدوك أو تلجأ لبعض المعارف أنهم يدعموك بمسائل معينة فما رح يقصروا الأمور عندك إيجابية ما عدا أيام معينة هي اللي بدك تكون حذر فيها من عصبيتك أو حديتك أو فرض رأيك على بعض الأصدقاء أو الأشخاص فتفقدهم بشكل كامل بالفترة الكاملة القادمة وخصوصا اللي هو يوم 9 و10 و11 و12 أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه السلبية بتضغط على نسبة عالية جدا من الشهر هاد فحاول قدر الإمكان أنه أنت ما تتأخر عن دوامك ما تغيب عن دوامك ما تراكم الأعمال عندك راقب وضعك الصحي وغذائك حاول أنه ما تأمن لأي إنسان حاول أنك أنت تحترس من الأشخاص المقربين حواليك ممكن يكون من بينهم أشخاص بتخدعك فحاول تحمي نفسك بشكل قوي خلال هذا الشهر من الأعداء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر أسأل الله إذا في خير إلك ربنا يعطيك إياه وإذا في شر ربنا يحميك في النهاية هذه توقعات والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء